كابت محمد رمضان المسمى بتاعه مدير رياضي كابت محمد رمضان انت كنت تعارفين عين مؤخرا عضو في لجنة التخطيط الان بقى هو المدير الرياضي استقال من لجنة التخطيط تم تعيينه مديرا رياضيا مديرا رياضيا ده هيعمل ايه بقى؟ هيعمل كذا حاجة هي مسؤولة عن فريق الكورة وهي بقى موجودة عالدكة عشان انت بقى عارف برده واشالناس برضه قاد تسأل النهاردة هيبقى موجود عالدكة ولا مش موجود عالدكة هو هيبقى موجود عالدكة زي زي مدير الكورة عادي بس هو هيشتغل مع لجنة السكاوتينج اللي هي لجنة الكشفين اللي بيقاسها الكابتن هاني رمزي هيبقى مشرف عليها هيبقى مشرف على التعاقدات ودي نقطة مهمة جدا هيبقى حلقة الواصل دائما ما بين الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الادارة طيب محمد رمضان كان مطلب جماهيري يعني محمد رمضان اول ما الاهل جابه في لجنة التخطيط الناس كلها سألت هو ليه مش مدير الكورة محمد رمضان ما يجبونه مدير الكورة راجل اسم محترم جدا في التسعينات تولى هذا المنصف في 95 تحديدا ونجح نجاح باهر ميزة محمد رمضان ودي ممكن تكون بتسمعها الاول مرة ما حفظ الالقاب طبعا محمد رمضان راجل مش بتعشوه يعني طول الفترة اللي فاتت ما كنتش بتحس محمد رمضان اول ما تم تعيينه في لجنة التخطيط في النادي الاهلي قلت يا محمد رمضان قبلها بقى كان فين انت حسيت بيه هل هو كان بتعشوه بالمناسبة كتي أنا وغيري طلبناه كثيرا في برامج الراجل ما يحبش الزهور الاعلاق يحبش الشوه ما يحبش تكلم يحبش يعمل الكلام ده كله فدي نقطة مهمة جدا جدا اللي هو مش فارق مع الأضواء والكلام ده كله أنا مش جايل منصب دوت عشان نتلمع أنا مش فارق معي قصة الحاجات دي فده محمد رمضان واحد اتنين شخصية قوية جدا حازم جدا بشهادة كل الناس اللي اشتغلوا معامل زمان يعني كل لعيبة اشتغل مع محمد رمضان كلمدير يقول لك ما بيهزرش ما بيهزرش خالص التالتة مهمة التالتة مهمة قوي انه رجل وهو حاسم وحازم جدا مهزب جدا يعبر ده ما مش يخش يتخانق ويدرب ويكسر لا لا بالأدب الله انت غلط مخصوم لك كذا والله انت غلط تاني اتفضل مع السلام بكل أدب وأخلاق مش هتنرفز ومش هتعصر فاختيار جيد جدا من النادي الاهلي حاجة واحدة بس هو هي دي اللي هيثبتها الناك كابتن محمد رمضان معرفهاش هيعملها ولا لأ حاجة واحدة بس اللي انا معرفهاش انا شفت قلت لك كل المميزات دي ودي كل لها مميزات تخليه ينجح نجاح باهر مع النادي الاهلي ولا متوقع ليه نجاح باهر حاجة واحدة بس مش عارف هيحصل فيها ايه هل الكابتن محمد رمضان عنده مساحة التطور بتاع الحياة بتاعتنا يعني يا كريم يعني اللاعب اللي في التسعينات كان التعامل معاه غير اللاعب اللي في 2024 مثلا في التسعينات مثلا كنت وقت تقول ايه انا هخش هلم الموبايلات في الفين وارباو عشر مش طرف تعمل كده في التسعينات كان فيه برنامج مثلا بيطلع في مصر واحد فاللعيبة ما بتظهرش كل يوم في التلفزيونات ما كانش فيه سوشال ميديا ما كانش فيه الفلوس اللي بتدفع لللعيبة دي كلها يعني فيه تفاصيل كتيرة هل هو قادر يواكب هذا التطور والتغيرات اللي حصل في الطبيعة البشرية عموما والتطور اللي حصل في الكون ده هيردلنا عليه كابتن محمد رمضان اثناء عمله في النادي الاهلي تصور يا طاقاي انه هينجح طيب